رجل غني يملك مزرعة فاكهة خاصة به كانت تخرج له أجود الأنواع وكان بجانب مزرعته قطعة أرض زراعية لرجل فقير صالح لا يمتلك سواها وأولاده الثلاثة ما زالوا صغارا ولم يستطع زراعتها لمرضه وعدم وجود أموال للإنفاق عليها وقد حاول هذا الغني كثيرا مع صاحب الأرض كي يوافق على ميعها له ولكن صاحبها رفض وبرر رفضه البيع بأن قطعة الأرض هي ملك لأبنائه الصغار وأنه حارس عليها فقط وليس من حقه التفريط فيها قرر الرجل الغني الحصول على أرض الفقير ولو بالقوة خاصة أن الفلاح الفقير لا يملك أوراق تثبت ملكيته لتلك الأرض التي ورثها عن والده حيث أن أغلب الأهالي في القرى لا يهتمون كثيرا بالأوراق الرسمية أحضر الرجل الغني شاهدين ودفع لكل واحد منهما مبلغا كبيرا مقابل الشهادة أمام المحكمة بأنه المالك الشرعي للأرض وبالفعل بعد عدة جلسات استطاع الرجل الغني الحصول على تلك الأرض حزن الفلاح الفقير حزنا شديدا ورغم مرضه خرج من بيته يبكي ويصرخ قائلا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من الظالم حاول صاحب المزرعة كثيرا زراعة أرض الفقير ولكن دون فائدة مع أن الخبراء أوضحوا له أنها أرض صالحة للزراعة وضاع عليه كل ما أنفقه لزراعتها لم تكن هذه أول صدمة يتلقاها صاحب المزرعة بل إن مزرعته التي تميزت بإخراج أعلى وأجود أنواع الفاكهة قد بدأت الآفات والحشرات الأرضية تتسلط عليها في وقت الحصاد وخسر أيضا الكثير من الأموال وتمر الأيام وهي تعرض صاحب المزرعة وأبناؤه لعدد من الحوادث التي كادت أن تودي بحياته وحياة أبنائه فاستمع لنصيحة زوجته بالتوبة إلى الله وإعادة الأرض لأصحابها اقتنع صاحب المزرعة بكلام زوجته واستغفر ربه وتاب إليه وأعاد الأرض لصاحبها وتكفيرا عن ذنبه في حق صاحبها وتعويضا له عما أصابه من حزن وأسى أعطاه مبلغا من المال كي يعينه على زراعتها وأهدى إليه بعض المعدات التي تساعده على الزراعة ففرح صاحب الأرض كثيرا وإذا بالأرض التي لم تنتج من صاحب المزرعة قد أصبحت أفضل إنتاجا من أي أرض كما أن صاحب المزرعة وجد المزرعة قد اختفت منها الآفات والحشرات ولم يعد لها أي أثر وعادت تنتج كما كانت من قبل فحمد الله كثيرا فعلم أن ما حدث له من هم وحزن وحوادث وخسائر مالية كان بسبب ظلمه للرجل الفقير الذي استطاع عن طريق الأرباح أن يربي أولاده ويوسع على أسرته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا في إحدى القرى تزوج الشقيقان في بيت أبيهما أنجب الأكبر وكان صالحا تقيا ولدا وبنتا وأنجب الأصغر ابنا واحدا ومع صعوبة المعيشة قرر الأخ الأكبر السفر إلى الخليج للعمل والإنفاق على زوجته وابنيه بينما استأجر الأخ الأصغر قطعة أرض ليقوم بزرعتها وبعد سنوات تيسرت الأحوال المادية مع الأخ الأكبر فكان يبعث بالمال لشقيقه ليشتري الأراضي ويقوم بزرعتها واستمر على هذا الحال حتى وسع الله على الشقيقين وأصبح من ملاك الأراضي وبعد فترة زمنية عاد الأخ الأكبر من الخليج عودة نهائية وقرر الاستقرار مع أسرته فكان أول ما قام به هو أن كتب ورقة لأخيه بأن له نصف ما يملك من الأراضي ثم اشترى بيتا بالمدينة وانتقل وأسرته إليه وعمل بالمدينة دون أن يفكر فيما يملك من أراضي فهي في أمان مع أخيه الوحيد كما كان يعتقد إلى أن مرت به ضائقة مالية ففكر بالسفر إلى أخيه بالقرية ليبيع جزءا من أرضه فكانت المفاجأة عندما قال شقيقه له أنا الذي ضيعت عمري في هذه الأرض وواجهت المشاكل فيها صدم الأخ الأكبر من موقفي وكلام أخيه فلم يكن يتوقع أن يأتي الغدر من أقرب الناس إليه والذي كان يؤثره على نفسه وبحضور رجال العائلة تقرر الثلث للأخ الأكبر والباقي لأخيه وذلك لأن الأخ الأكبر كان لا يملك أوراقا حيث كان يرسل المال لأخيه ويستأمنه عليه حزن الشقيق الأكبر ومرض في القرية في بيت أبيه الذي تنازل عن نصيبه فيه لأخيه الأصغر عند مغادرته وأسرته للمدينة وبعد ثلاثة أيام عاد إلى أسرته وكان وجهه مليئا بالنور والفرحة والرضا مما أثار دهشة أسرته حيث كان يتصل بهم من القرية وهو في حزن شديد فسألته زوجته هل حصلنا على أرضنا كاملة فقال لزوجته وابنيه بل حصلت على أعظم من ذلك فأثناء حزني ومرضي وبعد أن صليت العشاء في المسجد وعدت إلى بيت أبي محملا بالحزن أقمت الليلة كما هي عادتي ثم نمت فإذا بي أرى في منام رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون علي ما لقيت فاستيقظت وصليت الفجر ثم جئت إليكم راضيا بما قسم الله لي مسامحا في حق الذي ضاع وبعد أسبوع فوجئت الأسرة بالأخ الأصغر يأتي ومعه ولده مريضا لا يستطيع الحركة أو الكلام وقال لأخيه هذه ورقة أتنازل فيها عن كل الأرض فقط أريدك أن تسامحني لقد مرض ولدي عند مغادرتك القرية مباشرة وذهبت لأكثر من طبيب ولم يستطع أحد منهم معرفة مرضه إلا أن شيخ قريتنا التقي الذي تعرفه جيدا قال لي هذا نتيجة ظلمك لأخيك اذهب واطلب منه مسامحتك فورا حزن الأخ الأكبر لما أصاب ابن أخيه واحتضنه فقام ابن أخيه بتقبيله والحديث معه وسط تهليل وتكبير الأسرة ثم أقسم الأخ الأكبر لأخيه بأنه يحبه ويسامحه من كل قلبه ونصحه بالابتعاد عن ظلم الناس وذكره بحديث رسولنا الكريم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين في أحد الأيام وقبل صلاة المغرب جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شابا كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال وتمكن السائق من الهرب ولكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادما للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته فردت عليه سيدة شابة فسألها أين فلان؟ قالت أنا زوجته وهو غير موجود لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئا وأنا وأطفال الاثنين ننتظر عودته بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر فحزنت حزنا شديدا وبكت ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئا ولا أستطيع الدفع لها واستطاع أن يحضر صك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة اثنين وطويت القضية على أنه معصر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذبا وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية ومرت الأيام وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي منوبا في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلا ومات في الحال وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعا وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت فحمد الضابط ربه وكذلك فعلت الأرملة الشاب التي علمت تماما أن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لا أخرنا إلى أجل قريب في أحد الأيام وقبل صلاة المغرب جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شابا كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال وتمكن السائق من الهرب ولكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادما للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته فردت عليه سيدة شابة فسألها أين فلان؟ قالت أنا زوجته وهو غير موجود لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئا وأنا وأطفال الاثنين ننتظر عودته بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر فحزنت حزنا شديدا وبكت ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئا ولا أستطيع الدفع لها واستطاع أن يحضر سك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة اثنين وطويت القضية على أنه معصر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذبا وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية ومرت الأيام وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي منوبا في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلا ومات في الحال وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعا وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت فحمد الضابط ربه وكذلك فعلت الأرملة الشاب التي علمت تماما أن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فتاة سعودية في سن الخامسة والثلاثين وتعمل معلمة بإحدى المدارس الابتدائية تزوجت من شاب في نفس عمرها تقريبا وقد تأخرت في الإنجاب لمدة سنتين إلى أن بشرتها الطبيبة بأنها حامل ففرحت كثيرا وبعد أن وضعت مولودها أصر زوجها على استقدام خادمة أسيوية لتساعد زوجته وتهتم بالطفل الذي سماه محمد وكانت خادمة غير مسلمة وبعد إجازة الأمومة راجعت الزوجة إلى المدرسة وبعد ثلاثة أشهر من عودتها للمدرسة صدمت بخبر وفاة محمد وكان عمره أربعة أشهر وكانت الخادمة تواسي الزوجة وتخفف عنها وتتصل بها للاطمئنان عليها عندما تكون بالمدرسة لذلك لم تشك أن لها دخلا في وفاة محمد مرت الأيام وأنجبت المعلمة للمرة الثانية مولودا ذكرا وأسمته أيضا محمدا ورغم الأفكار السوداء التي راودتها باحتمالية فقده إلا أنها توكلت على الله وبعد ولادته بشهر واحد فجعت بموته وبدون أسباب معروفة لأن التقرير الطبي أفاد بأن موته قضاء وقدر فأصابها حزن كبير واحتسبت الصبر والأجر من رب العالمين وأيضا لم تشك ولو للحظة بالخادمة فقد كانت مخلصة في عملها ولم تفعل أي شيء مخالف للأخلاق وبعد أشهر حملت المعلمة للمرة الثالثة ثم فوجئت بالخادمة تطالب مغادرة السعودية بدون عودة لأن والدتها مريضة فطلبت منها أن تنتظر حتى قدوم خادمة جديدة كي تدربها على أعمال المنزل وبعد أن جاءت الخادمة الجديدة علمتها لمدة أسبوع ثم ذهبت المعلمة مع الخادمة المغادرة إلى السوق لشراء هدايا لها ولأقاربها ولم تدعها تدفع شيئا من المال وكانت الخادمة الجديدة تنظر للمعلمة باستغراب من كثرة الهدايا والأغراض التي كانت الخادمة المغادرة تحميلها وبينما كانت الخادمة ترتب حقائبها استعدادا للسفر فوجئت المعلمة بالخادمة الجديدة قادمة إليها وبعد أن التفتت يمينا ويسارا وأغلقت الباب قالت للمعلمة لدي كلام أريد أن أقوله لك لا أعرف ماذا أقول ولكن أخبريني هل كان لديك من قبل أطفال؟ فقالت لها المعلمة نعم طفلان وقد توفي فقالت الخادمة الجديدة وهل تعرفين سبب موتهما؟ انقبض قلب المعلمة وقالت لها بحدة أخبريني ما الذي تريدين قوله فأجابت عندما رأيت معاملاتك الطيبة لخادمتك والهدايا التي اشتريتيها لها لم أستطع أن أتحمل فأنا مسلمة لقد أخبرتني خادمتك عندما قدمت إلى هنا بأنه إذا كنت لا أريد أن أعتاني بالأطفال ولا أحبهم بالإمكان أن أتخلص منهم مثل ما فعلت هي لقد أخبرتني أنها قامت بغرس إبر مسممة في مخ كل منهما لم تكمل الخادمة حديثها فقد صرقت المعلمة بأعلى صوتها وأخذت تضرب بيدها على رأسها فقد أفاقت من كابوس فضيع وانتابتها حالة هستيرية ثم استدعت الخادمة المغادرة وقامت بضربها ضربا مبرحا إلا أن الخادمة لم تعترف وغضبت من الخادمة الجديدة التي شهدت عليها ودعت أنها تغار منها بسبب كثرة الهدايا وعندما جاء الزوج أخبرته زوجته بجريمة الخادمة فأخذ الخادمتين إلى الشرطة إلا أن الشرطة حملت المعلمة الهجوم على الخادمة بالضرب ولأن الزوجين لم يملكان الأدلة القاطعة فلم يثبت أن الخادمة كانت السبب في موت طفليهما فالتقارير تؤكد أن الطفلين مات لأسباب غير معروفة لذا قررت المعلمة أن تترك المدرسة وتتفرغ لتربية مولودها القادم وعدم الاستعانة بخادمة واكتفت بما حدث لها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم